الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين السماحة خلق عظيم خلق سيد الأنبياء والمرسلين سماحة في وسط الظلام بمثابة المصابيح للناس والأنام النبي صلى الله عليه وسلم يحارب من قريش ومن أهلها ويشتد به الإيذاء فيخرج إلى الطائف فيقابل بأمور من أشنع ما تكون لم يرحموا وحدته ولم يكرموا غربته بل صلطوا عليه السفهاء ليلقوه بالحجارة ليسيل الدم الشريف من قدمه الشريف ظلمات فوق ظلمات فوق ظلمات مع خير خلق الله أجمع حتى تحرك الكون من أجله لشناعة الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بسحابة تضلني وفيها جبريل وقال له إن الله قد سمع كلام قومك لك وما ردوا به عليك وقد بعث إليك ملك الجبال وذلك لتأمره بما شئت فيهم فيسلم ملك الجبال وقال يا محمد يا رسول الله إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلي لفعلت في وسط هذه الظلمات يظهر نور السماحة قال لا فالأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شرك لا الإسلام دين السماحة حتى في أحلق وأصعب الأمور في الطلاق سبحان الله حينما ينفصل هذا عن تلك انتهت الأمور أمرنا باستماحتها هنا قال جل وعلا وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم نصف المهر لمن طلقت قبل الدخول لكن أكمل إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم كل هذا في أمر الطلاق فما بالنا فيما بيننا ونحن أصدقاء ونحن أسرة ونحن أهل ونحن في وطن وحي السماحة جزاء من جنس العمل إذا أردت أن يسمح الله لك فقدم أولا قال صلى الله عليه وسلم اسمح يسمح لك إذا أردت أن تكون من أهل الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم لقوم كرام فكن من أهل السماحة يدعو لك النبي حيث قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى أبو قتادة في أحد الأيام رأى غريمة رجل عليه أموال لأبي قتادة ففر منه الرجل تخبى لكن سرعان ما وجده سيدنا أبو قتادة فقال أين مالي؟ قال إني معسر قال آه الله يستحلف بالله قال آه الله واستعد الرجل لما سيحدث له سيصاق إلى القاضي أو يحاسب أو يحبس وما إلى ذلك فإذا بالمفاجأة السماحة كالنور في الظلام قال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه وترك الرجل سماحة كفيلة بأن تكون طوق النجاة للعبد يوم القيام ولذلك من الصور العجيبة التي قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث في الأمم السابقة يقول صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا شيء واحد سبحان الله رجل لا يوجد فيه خير مطلقا إلا شيء واحد هل الشيء الواحد يغلب الكثير نعم في أحوال معينة ومنها تلك الحالة إذا كان من أهل السماحة قال صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا شيء واحد كان موسرا وكان يخالط الناس كان تاجر وكان يأمر غلمان بأن يتجاوزوا عن المعسر غير القادر تجاوزوا عنه هذه هي الوحيدة قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن رب العزة قال الله نحن أحق بذلك من تجاوزوا عن عبد السماحة من أعظم ما تكون في العباد ترى الرحمة وترى الجمال والمودة والراحة والاطمئنان من أحواج ما نكون إليها في تلك الأيام بين الآباء والأبناء وبين الأسرة وبعضها وبين المجتمع وبعض حتى نكون من أهل السلام كما أراد من الإسلام وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر